اشتركوا في القناة بالدكتور احمد صبحي المشرف العام على المعمل الولندي بمصر الشقيقة ليعطينا ويقدم لنا مجموعة من المعلومات والمعطيات التي تخص هذا الموضوع فقال لنا بان فرشة الدجاج هي من اخطر مسببات الامراض بمزارع الدواجين الفرشة هي من اهم مكملات تربية الدواجين حيث تمثل اهمية كبرى في هذا المجال اتحمي الطائر من الكثير من العوامل التي تؤثر بالسلب على كفاءة التربية مثل الرطوبة السقيع الامراض المختلفة اذ ان الطائر يأكل ويشرب ويتربى عليها فالفرشة الجيدة هي من اهم مفاتح النجاح في ادارة البيئة المحيطة بالطائر الفرشة تعتبر امر ضروري جدا لصحة وسلامة الدجاج وكذلك معدلة الاداء المستهدفة وجودة الذبحة وتميز المنتج النهائي الذي يؤثر ذلك على الضخل النهائي بالنسبة الى المربي والمجازر كما اضف السيد احمد صبحي بان الفرشة تعتبر بمثبة السجاد او المكت التي يعيش عليها الطائر في المكان المخصص له لذلك قدم لنا مجموعة من النصائح تخص هذا الموضوع اولا دي النصائح انه نصح بفرش ارضية الحضانة بفرشة سمكها من 5 الى 7 سنتيمترات في الصيف و10 سنتيمترات في الشتاء نشارة الخشب تعتبر من افضل المواد التي تستخدم كفرشة للارضية اي لارضية عنابر تربية الكتاكيت ويجب ان يكون خالية من التلوث الكيميائي والبكتيري او السموم المتعافنة يوجد خطر تلوث عناصر الفرشة بالسلامونيلا والميكوبلازما اذا تعرضت لها الطيور البرية لذلك ينبغي تغطية الفرشة وحمايتها من التلوث وحفظها جيدا في اكياس جديدة ومحكمة الغلق يحفظ على الفرشة بحالة الجفة والمفتتة طيلة فترة التربية ويجنب زيادة الرطوبة فيها فوق 50% والتي تؤدي الى مشاكل مرضية والتشوهات بالارجل ينصح بعدم موجود شضايا خشنة او حدة او مسامير حيث يؤدي ذلك الى حدوث اعراض مرضية تصيب الدجاج وتؤثر على الاداء كما اشار الى انه يجب ان تكون الفرشة ليست خشنة حتى لا تصيب الكتاكيت بالجروح ويؤدي الى ظهور الكوليستريديا وليست ناعمة حتى لا تبتلعها الكتاكيت وتسبب مشاكل هضمية وليس بها اطربة حتى لا تسنشقها الطيور مما يؤدي الى اصابة اجهاز التنفس للطائر وانواع نشارة الخشب هي 3 نشارة الخشب الابيض ذات القدرة العالية على الامتصاص نشارة الخشب الزن تحتوي على شضايا قد تسبب تهتك الحوصلة او الجروح النشارة العال ناعمة غالبا رطوبتها عالية وهي وسط جيد لنمو الفطريات اما معدلات الفرشة في العنابر فدم وصفات جيدة خالية من الخشب والاتربة والمسامير وتعتبر درجة حرارة الفرشة الارضية فترة التحضين من اهم عوامل نجح فترة التربية في استقبال قطعا الكتاكيت فهي اساس اسلوب التحضين حيث يرجع ذلك الى عدم استطاعة الكتاكيت تنظيم درجة الحرارة جسمها اول 5 ايام من العمر ولا يكتمل هذا التنظيم الحراري لجسم الطائر الا عند عمر 15 يوما تقريبا لذا تعتمد الكتاكيت في لحظة الاستقبال على اسلوب ادارة المربي بشكل كبير لتوفير درجة حرارة مناسبة للفرشة وبناء عليه اذا كان الجو بارد ستنخفض درجة الحرارة مما يؤدي غلي تثبيت معدل النمو وزيادة قابلية التعرض لمشاكل مرضية في بداية التربية لذا يفضل ان تكون درجة الحرارة الفرشة 32 درجة مئوية بحد ادنى عند استخدام التدفئ بالهواء الصاخن وفي حالة استخدام الدفاية العادية يجب ان تكون درجة الحرارة الفرشة من 38 درجة مئوية اسفل مصدر الحرارة المباشر والى كل مستخدم فرشة الدجاج سواء لانتاج اللحم او لانتاج بيض المائدة او انتاج بيض التفريخ يجب مراعاة مجموعة من الاعتبارات حيث جودة فرشة نشارة في حالة مزارع الدواجين التي تربى على الارض مما يعطي عائدا مريحا في نهاية الدورة وتعتبر من المكاسب التي تعطيها مزارع الدواجين وتدير ربحا يضاف لمكسب المربي سواء كان دجاج لحم او بيض او خلافة لذلك تعتبر الفرشة من اخطار مسببات الامراض بمزارع الدواجين سواء مرض الكوليستريديا او الطفيليات الداخلية كالددان او مرض الجهاز التنفسي او الامراض الفيروسية البكتيرية من تلوث الفرشة وهي كل امر تجعل المربي يصرف الكثير والكثير مع قلة العائد من المزرعة نتيجة عدم توفير فرشة النشارة الجيدة وفشل المربي في التربية او نجاحه يرجع للفرشة فهي شيء بسيط بالمزرعة او العنبر الذي يربى فيه الدواجين ولكن يمثل اهمية كبرى بعد ان اصبحت تربية الدواجين تسمى بصناعة الدواجين نتمنى ان كنا قد قدمنا لكم الافادة المرجوة شكرا على تتبعكم واخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر شكرا لكم اشتركوا في القناة